القراءة فيها طاقة مائية كتير طاقات نارية وترابية وهوائية كل الطاقات موجودة بس الابراج موجود برج جديد وبرج الجوزاق وفقط وانا حدا برده بشوف برج الجوزاق وبرده برج الاسد يعني بنفع برج الاسد وبرج الجوزاق طيب تمان خلينا نشوف طاقتك طاقة تحكينا فيها انه انت حاليا بضربة حلص بفاية مشروع واحتمال لانكم انه انتم خليناها معلاقة للمصير والمصير اللي تحركها للامام او مسلا انه مسلا اشي من الله هو اللي يحركها العلاقة انتم شايتين الشخص هذا ما تباعد زي اخذ منكم على جنب وزعلان وقافل عليكم السوشيال ميديا او قافل عليكم اه نهائيا وهو موما من ناحيتكم نهائيا كمان هذا الشخص حاليا وضع كأنه حاطط حدود لكل اشي قاطع مع العلاقاته مع كل العالم اعمالها بفكر بالمنطق والعقل وكمان هو يمكن انسان عقلاني وكلامه حاذ شوي وعنده قراراته ولا رجعته في قراراتي كمان هذا الانسان اه يمكن يختلف عنكم من مدينة اخرى من مسافة اه تانية انسان ومناضج اه احتمال يكون اكبر منكم سنا اه في فرق في العمر اه في المسافة واحتمال يكون من كجول الاخر من اه من جنس اخر من جنسية اخرى اه من طواقف اخرى احتمال في فرق بينتكم اه طيب خلينا نشوف هذا الانسان شو ما شعر بينه وزعلان جدا 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 لانه حاسس انه انتو درتوا ظهركوا الى وتركتوه وحيد هو قاعد بيفكر في الذكريات كليات هاللي بينكم زعلان على فقدانكم جدا جدا اعتقد في انفصال في هالعلاقة كان هذا الانسان شاهدكو انكو لفيته ظهركوا الى ومسلا ما اعططوه فرصة يصلح الكسات اللي كبت بناتكو والذكريات اللي بينتكو لانه هو كل يوم تقريبا قاعد على الاطلال وبتذكر كل اشي صار بينتكو اي اشي اي 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 ذكريات حلوة اي المشكلة اللي صارت كل اشي قاعد بفكر فيه هذا الانسان حزين جدا جدا من ناحيكو طيب عقل الباطني بنا نشوف عقل الباطني تذكر والله الانسان هدا الزالم عليكم طيب بيحكو جدا جدا عقل الباطني متعلق فيكو وقالده عنده وسوسة في عقل الباطني كانو يعني مبيضة اي بفكر بالزيادة عنده تعلق اي في موضوع ما او فيكو انا شاف انه فيكو لانه انا شاف انه عنده خطوة ناحيتكو اي اي تفكير اي اي اربعة عشرين ساعة بفكر فيكو لانه برضه هو زعلان وقاعدة الذكريات من ناحيتكو وبفكر في الذكريات اللي كانت اللي صارت وكل اشي صار اه هدا الانسان عقله الباطني مش مخليه يدرك اه اه انه اه انك انت انفصلت عنه نخليه هو بحالة ذكريات اه بحالة تواهان يعني كأنه الانسان هذا مش مدرك انه انفصل عنكو نهائيا اه فعند عدم ادراك اه وبعدين هذا الانسان عفتري بعطلك طاقة للتفكير اه جدا يعني ممكن هو ضغط عليك في التفكير يمكن انت باخترع بالك كتير هدا الانسان لانه هو في عقله الباطني متعلق فيك جدا جدا ومغلول جدا جدا انك انت كيف تدير الظهرك اليه وتركته وحيد وزعلان لانه عنده كباية انسكبت عالارض هو زعلان بنفس الوقت متعلق فيك نفس الوقت تفكر فيك هو تفكيره ما بهته نهائيا طب تفكيره الواعي اه تفكيره الواعي اه هو بحاول انه يجمع كل افكاره هاي و اه ما يقحه ما يظهرها تقنائيا اذا هو يعني لانه انا عندي هون بطلع انه هو متبعد انتو شايفينه متبعد وسكر هاي الكاسة من ناحيتكو فهو بحاول انه يمسك افكاره وبس بينه وبين نفسه وما يدير وجهه ويفرد هاي الافكار قدامكو او يحسسكو ايش هو بفكر بالزبط فهو ماسك هاي الافكار العصي كل اياتها وماشي فيها لقدام رغم انه تعبان في حملها لانه هو هون تعبان وهون تعبان فهو تعبان جدا جدا هذا الانسان مهلك التفكير فيه كشخص يعني كانه يتحسر على الماضي اه والذكريات اللي كانت بناتكو فهو الافكار اللي بتجيه زي الاسهم تنزل على رأسه وهو بدل يجمع فيها بس ما بده حدا يدرك شو هو بفكر بالزبط كمان هو زي انه افكاره مشغوله بانها مسلا يجمع بين العمل وبينكو بين الناس معينين اه افكار بس عقليا يعني كيف مسلا انت قاعد بتفكر مسلا انا اشتقت لهذا الشخص هو نفس الاشي بس ما بيظهر هذا الشيء نهائيا هو بيحاول يخبي هذا الاشي بس هو زي طافح معه ونفسه يتظهر هذا الاشي بس نفس الوقت شافك انه انت ديرت ظهرك للموضوع تركت هي برد الجوزة اه ام فهذا الانسان تعبان جدا يعني جدا جدا ارهق والتفكير فيك في الزكريات في الماضي اه انسان كأنه بلف ظهرك كل ما يجي يتذكرك او يطلع على الماضي طبعك كأنه بيمسك افكاره بيغصب وباخدها وبتاعك وبيحملها وبروح طبعا ام طيب خلينا نشوف تفكيروا راح كان عنا خلينا نشوف شو المشكلة لبناتكم عفكرة في شخص منكم او انتم اتنين وقفتوا قدام بعض وقعدوا تحاسبوا بعض على دخول الطرف الثالث بناتكم او دخول اه اه شيء يخص العمل او شيء يخص العائلة اه عفكرة هذا الانسان كأنه حاسبتك الى او صراحتك الى ازعجته خلتها اه يحافظ على افكاره او يحافظ على كلامه عشان هو ما يزعجك يعني تقريبا المشكلة هو شايفه من نظره انك انت اجيت حاسبته على موضوع يمكن هو هذا الشخص اذاك فيه او حسيت انه غدرك فيه فانت روحت وقلت له انت بصراحة عملتك انت خمتني دخلت طرف ثالث بناتنا. انت دخلت العائلة بناتنا. انت يعني قعدت تحاسب فيه على كل اشي صار بناتكو. فهذا الانسان لهلأ لهلأ تفكر بكلامك اللي انت حكيت فيه ومش رضي يطلع من راسه هذا التفكير. هذا الانسان حاليا هو شايف الاشي اللي واقف بناتكو انه الكلام اللي صار كأنه حاسك انت ما استشفيت اللي عنه فيك وانه انه انت زعلان قدرت ظهرك لهذا الانسان. اعتقد انه زعلك ان هذا الانسان دخل طرف الثالث بناتكو او دخل امور عائلية اه او مسلا هذا الانسان مسلا انت شافه انه مؤد المسئولية يحمل مسئولية بيت اسره. اه كمان انت شافه كأنه اذا مسلا حكي لك اه سامحني اه فقلت له لأ ولكن في اسامحك انت دخل طرف تالت بناتنا انت خنتني انت تركتني بوقت مسلا اه بتركتني بوقت انا مسلا كنت محتاجك فيه فانت تركتني وروحت هيك. هو شافك انك انك انت ازا بده يجي ناحية بتكتعد تحاسب فيه عالماضي هيك شافك. يعني ايه عالاشي هو نظرته الك هيك. طيب. اه شو خط وطل قادمة الشخص هاد يرجع. بس هذا الشخص كم نقول ايشي بديه يجرب خوف المحاسبة او هو باستشفي حاليا من اللي صار فيه عنده حاليا الاستشفاء. اه استشفاء من اه يمكن من ادمان. يمكن هذا الشخص مضمن كحول او مضمن اه تفكير او مضمن على اشيه. هو كأنه راح يستشفي هذا الشخص خطوة انه بديه يجي واللي اثر فيه معاك كأنه بديه يجي يعطيك اياه فستو فست. يعني النتب انت اه يعني الكاسة اللي انت شربتها بديه يشربك ايام. مش مسلا كاسة زعل او اشي لا. كأنه بديه يجي يعمل صفحة جديدة معاك بداية جديدة. ويمكن بلش فيها صداقة. من ناحيتك. لان هذا الانسان خطوة ورجوع. اذا حدا بسألني هذا الانتصال هل فيه رجوع او فيه رجوع. انا بحبت جدا هذا الانسان يعني جدا. بفكر فيك جدا جدا. بفكر في رجوع هذا الانسان يعني التفكير مش هديان عنده حتى الباطنة العقل الباطني من ناحيتك. عقل الباطني بحبك يا اخي شو متكتك يعني. خلينا نشوفك انت يا برج الجو زهق. شو مشاعرك من ناحيته? وشو انت شاك العشكلة اللي بناتكو? وكيف تفكر فيه? خلينا نشوف. اه مشاعرك من ناحيته انت تحس ان هو طاقة مش شوانا طبعا. هكتلكو فيه فرق بناتكو. احتمال يكون هادا الانسان مستقر متزوج. وهو مسلا زعلان لانه استقر مع شخص اخر. او هو مستقر. وما في بايده حي لانه يلفلكو لا يشوفكو. لانه هو اه اه عفوا اه هو زعلان على انه اخسركو لانه هو مرتبط في اشياء تانية. اه كمان هادا الشخص اه انت يا ربي اه برج الجو زهق عفوا مالش جبام. كأنك انت يا برج الجو زهق شايف انه هو طاقة مش عقليا وعقلك بتعلق فيه جدا لانه انت عقلك الباطني يعني بتحبه حب على فكرة انت بتحبه حب مش مشروط يعني حتى لو بيختلف عنك في العادات التقاليد في المسافة اي اختلاف ده او مش شعور لانه هو بيكون مختلف عنك احتمال انت تكون مرتبط احتمال هو يكون مرتبط يعني احتمال انت تكون متزوج يا برج الجو زهق او عندك ارتباطات غير هادا الشخص. وهو احتمال يكون كل مرتبطه عنده اختيارات غيرك. بس هو يعني ازا انت بتسألني هو بيحبني نفس انا الحبل بحبه وجدا جدا بحبك ومتأثر على غيابك بفكر فيك اربع عشرين ساعة اه كأنه عنده انت مستقر في عقله الباطني في عقله الواعي. حتى هو بحاول انه يخبي هاي المشاعر يخبي هذا التفكير حتى هو متباعد عشان ما تشوفه هو بشوف مسلا بفكر حتى لو حطت لكم بلوكات هو حاطه لانه عشان انتو ما تشوفوا مشاعره ما يزهر مشاعره قدالكم. فانا شايفك انت برج الجوزاء برضو انت تحبه جدا جدا. وكأنك تنتظر اه انه يرجع انت مستنيه يرجع هادا الشخص ومستنيه يصير مصالحة بناتك ومسامحة وانا بعرف برج الجوزاء هو طير وبسامح يعني ما بهمه يعني. بس انا بعرف ان برج الجوزاء اذا سامح على الخيانة بحس ان الشخص خلص مشكوك فيه يعني برج الجوزاء ما بحب يعيش بالخيرة. يعني هو اصلا برج متحير. طيب اه 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 انا انت تفكيرك الواعي انت هلأ بدور على استقرار مادي واستقرار عائلي انت تفكيرك انه انت بدك استقرار وبدك حب وبدك تسامح وحب وثلاث يعني كروت ريحولة وبزيادة يعني. فانت عندك اه امية انها تتحقق. ان هذا الشخص يرجع ويصير فيه بينك واستقرار وعائلة. انا اعتقد انه هيك اه هاد الحب فيه شوي اه نوع من انواع المستحيل. انه يحصل مسلا استقرار الزواج. وهيك انت بتفكر في الاستقرار وفي الزواج. طيب انت بنظرك في وجهة نظرك. هذا الانسان كيف جراحك او شو انت كيف اه شعورك بالمشكلة. انت شعورك بالمشكلة كان هادا الانسان. لهلأ انت مجروح من الاشي اللي عمله. وكأنك طالع يعني واقف على اجرك قصبا عنك. لانه انت حاسس ان هذا الانسان قادر فيه. دخل علاقة تاني اثناء علاقته معاك. آآ كمان هذا الانسان آآ انت عفوا انت آآ كأنك آآ تطلع عليه من البعيد وبتراكب فيه. بتشوف ايش بيصير قاعدة في حياته. وهل مسلا هذا الانسان اخد الكارما اللي بيستهلها. مع انك انت اعمالك يعني بتفكر انه يرجع لك. بس كأنه انت بدك اياه الطرف اللي دخل بيناتكو يتعبه زي ما هو تعبك. يعني انك حاسس انه في المشكلة طبعتك. يمكن اللي يشفيك العصاية البحيدة اللي تشفيك رجوعه. انه يقول لك مسلا هذا الشخص اتعبني جدا. وانا ندمان عليك وانا بحبك. وكأنه انت قاعد هادا بتستنى في هذه اللحزة. وانت قاعد بتراقه. ونفس الاشي هو بيراكب فيك وبطلع عليك. وبس تعب نفسك نفسه. نفس الاشي. انتو اتنين تعبانين. مشاعركو تعبانة. من اه نحيطك تعبانة وانت من نحيطك مشاعركو تعبانة. طيب. اه طيب شو الحل يا برج الجوزاء. هنا الحل مع برج الجوزاء. الحل انه يا برج الجوزاء تطلع من الحيرة اللي انت فيها. اعتقد انت يا برج الجوزاء يمكن اه اتقدم لك عرض اه زواج او استقرار. اه فانت محتار بين انه الضلب اه عالماضي اللي تركك ومسلا غدرك او خانك او تركك عشان شخص اخر او تركك عشان العائلة او تركك اي اي انكان. ولا تروح للاستقرار للعرب اللي جايك لانه اعتقد انت يا برج الجوزاء جايك عرب وانت محتار فيه. كمان اه عندي احساس انه برضا في منكو يا برج الجوزاء انتو اغلقتو على هذا الشخص يعني سكرتو عليه مسلا السوشال ميديا سكرتو مسلا ازا هو ساكن قبالك وسكرتو الشبابيك قباله هيك. كانوا انتو مش خلينا نشوفكو او ظهرين اماما. كان هم يعني النصيحة او الحلة المشكلة انه انت تطلع من الرابطة اللي انت فيها الرابط اللي حاطت حالك فيها. لانه انت مسكر على ايه? آآ ممكن حاطت على بلوكات آآ ما بعرف انتو بتعرفه بس كانك انت مبعد عنه متباعد ولانك انت تارك الاشي لو مسلا من المصير انه يحله. فا ازا انت مسلا حاطت عليه بلوكات او غدى ارفع البلوكات ازا انت حابت طبعا تصلح العلاقة هاي. يعني اه افتح الابواب شفاي او ازا انت جايب عرض استقرار غير هاد الشخص بتقدر انه انت آآ آآ تنهلق تحط لهذا آآ لهذا العرض حدود تختار وتريح بالك من التفكير لانه انت واتشفه من المشكلة بنسبه لك اه منتعدتك جدا جدا اه كاينك انت وقف في عين عليك على اجريك بالغسض وهو رواف عجريك بالغسض. وانتو اتنين تعبنين من جهة بعض بتحبووا بعض بس في شوية اه حجزات من loro او اسوار عالية انتو مش قادرين تتعدوها. هان بيحكله كثير انظار فلاصفة انت لهي برج الجوزاء طيب هلأ منشو شون انظار هذا فلاصفة ممكن هدا الشخص انه بده يجيك غطبان ممكن هلأ منشوف ايش ايش هلأ بقول لك الحب اللي انت شاركته هو حب لا يموت يعني هدا الحب اه انا حيستبر ده هيك انه استحالة يموت حتى لو داخل هذا الانسان استحالة يموت لو حتى فيه رغم الطعب والفرق البناتكم وفرق اللي يمكن فيه فرق مستويات طباط يعني انتو مسلا شايفك هدا الشخص انكو مسلا مرتاحين مجدية اه مرتاحين اسرية بس هدا الانسان هو حاسس ان هدا الحب ما راح يموت هو نقول لكو هدا الحب هو الحب الحقيقي هو الحب اللي ما راح يموت يعني لانا فيه راجع لهذا الحب عشان هنا تحضروا حيلا جويالجوزاء لا راجع زيها وهذا الحب الذي لا يموت امممممс كمان انا شافي فيه بعض منكو راجع الجوزاء زي ما قلتلكو انتو معروض عليكو كمان عرض غير هذا الشخص فانتو محترين بناتهم خلي ما نشوف شو بيحكولنا هون انت كان الناس انت كانت مستشار والناس تستشيرك انت مستشار طبيعي ويستفقل كثير من الناس من التوجيهات والطمأنينة يعني انت كانت معروض في الناس تيجيب تستشيره رغم طيبته وهذا بس هو قدع فانت الناس تستشيرك فانت استشير نفسك يعني شوف شو تكتمن في هذا الموضوع في الحيرة اللي انت داخل فيها اطلع منها عشان هذا الموضوع آآ يتحل حاجة برج الجلزاء اليوم متكرة طيب خلينا نشوف العاصفة اللي بندرونها فيه شو هي العاصفة اللي جاي جاكرا برج الجلزاء 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 من هذا الانسان يجي مثلا يجي وجهكو مثلا بأسفة او بعصدية او بنرفزة فهذا الانسان حضروا حالكو رجوع يعني رجوعه بقولولكو مثلا انه يمسكو على عصابكو كارت القوة والتسامح انه هذا الانسان رح يجيكو يمكن هذا الانسان يجيكو حامل يمومه كتير فمسلا كيف يحكي يجي في الشغل له فيكم فهذا الانسان هيك بدي يجي زي العاصف بدي يجي او عشان هو من الماضي جوعه من الماضي وتسامح حضروا حالكو لهذا الموضوع بانه رح يصير مواجهات انا بحس انه رح تصير محاسبة في هذا الموضوع عندي احساس كمان انه هذا الانسان مش تيجي مسلا يحكي لك مسلا سامحنا عليه صار لأ رح يصير من قشحات بناتكو فهذا العاصفة اللي رح تكون جايتك يا فرج جوزاء كم حكي بتلكو هذا الشخص جاهز للمواجهة لانا تقريبا هذا الشخص طلع من علاقة اتعبته علاقة يمكن هاد العلاقة كانت اثناء انتو كنتوا موجودين معاه اه فهذا الشخص كانو بدي يجي اه يفجر الموضوع قدامكو اه مسلا انا سويت وانا خنتك وانا هيك فانا ندمان فشو الحل انا بدي ارجع يعني هيك بدي يجي وبدك انت هيك تطلع علينا واو يعني جاي مسلا انو وكأنك اه بتك كمان تحملني جميلة انك راجع فهيك رح تكون المواجهة هذه يعني معيكم عاصف ولا تخذ طب خلنا انا اخد شون هات القراءة هادي ان شاء الله تكونها سعيدة او شو نهاية العاصف فهياتكو ازا انتو فقط التوازن احترجع لتوازنه انا اعتقد انتو ازا متحيرين اه في امرين شخصيا او متحيرين ان الشخص هادا ليش يعمل هيا او انتو اسكرتو اه هادا الباب لانا الشخص هادا اه دخل طرف تالت بناتكو كمان انه انتو هادا نهايتها انه اه رح يصير كلام بناتكو اه يعني رح يصير كلام شفاء طيب يعني مش رح مسلا يصير لا سمح الله عابد فراء او يصير رحيل لا كيانه هادا هادا دراجعة هادا الشخص هتوازنك يا برج الجوزاء وتوازن الشخص نفسه اه هون صح طول انها برج الاسد يعني عشان عشان الابراج وتركوا هي قراءات مائية وهوائية وكل الارتاقاط موجودة هون وبرج الجوزاء اكتر ايش الضوء عندي هي برج الجذي وبرج الجوزاء اه شكرا لكم يا برج الجوزاء اه اسف على الصوت اللي عندي ما عليش تنحوني اه وشكرا لنا اتبعتكو اللي عجبه الفيديو اه اشترك في القناة وشترك في القناة وشترك في القناة اشترك في القناة وشترك 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 في